رسمته أنت صغير قبل كده على مصر وعليه النسر الدهوي؟ غلط اللي عليه ده مش نسر ده العقاب للأسف دائماً بيحصل خلط ما بين العقاب والنسر بالرغم من أنه هم مخلوقين من الشبه بعض أساساً لما نيجي نتكلم عن النسر فإحنا بنتكلم عن طائر مش بيصطاد ومقضيها أكل جسس حيوانات وبالرغم من أهمية دوره في البيئة إلا أنه مش الحيوان اللي انت تدور عليه علشان تتخذه رمز للقوة لكن بقى لما نيجي نتكلم عن النقاب فإحنا بنتكلم عن طائر مسيطر على الجو حرفياً بعض العقبان قوية لدرجة أنها ممكن تسطاد خنزير غزالة إرد أو حتى كسلان وبعض العقبان التانية اللي زي العقاب المخادع مخالبه طويلة لدرجة أنها أطول من مخالب الدب الرمادي العجيب بقى أن تبقى للقانون اللي أصدره مجلس الشعب المصري عام 1984 واللي صدق عليه رئيس جمهورية مصر العربية إن العلم المصري عليه نسر لكن الحقيقة اللي بيزين علم مصر هو العقاب الزهبي والمعروف باسم عقاب صلاح الدين وده لأن صلاح الدين أثناء فترة حكمه لمصر كان متخذ وشعار للدولة وفعلاً هو حيوان يستحق يكون شعار